الرئيس ميشيل عون قرفان نفسويته منقرفة هاي الى مادة بالدستور بتجي مع المادة 95 تبعية الطوايف اللي بتجيز لفخامة الرئيس انه يشعر بالقرف من شعبه وقته بده بس انا نفسويتي منقرفة اقرف من قلاته حاجة مرة بفتح بطيخة لقد فيها بزرق سود قربت قوي 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 مش كأن اتأخر الرئيس ليقرف من الوضع اللي حطنا هو فيه من شو قرفين فخامته معقول حاسس حاله بجهنم نحن لوان رايحين طبعا مع جهنم معقول من قطعة الكهرباء ما عم بيعطوه اكتر من خمسة امبار لأقل من 12 ساعة بأسرب عبدة وما عم بيقدر يدور مكيف ونار وشوب وبرغش ورطوب هالأيام ومقطوع على الماء حصل الانهيار بس ما استسلم ولا راح استسلم وبيعتبر انه الحل بعده ممكن ومش عم بيلاقي خبز بالفرن الليلة في صودويشة لشونتال او لكلودين او يمكن قرفين لانه هايدي تالت مرة بيروحها محطة البنزين وبيلاقيها مسكرة والانترنت على تلفون وضعيف مش عم بيقدر يبعد صباح الخير مع وروده الصبح لإليل فرزلي حبيبي صباح الخير صباحك وردوف اليوم من هيك قرفين فخامتك هو فعلا شي بيقرف انه وزارة الطاقة تكون صلة سنين مع نفس الفريق السياسي وما يكون فيه كهرباء تقريبا نهائيا او معقول فخامتك قرفين من لما شفد سد اللي مسالحة كيف كان معبّة وعم تعبر فيه السفن اللي صار بيأقل من شهر ناشف وبيرعب فيه المعزة يخنباتك يا شعنا طنعت أنت صحنا ما فيومنا وفيه الدوب أنا يخنباتك ويا دعان السلفي اللي أخده جبران على السد والله يا معك حق فعلا شي بيقرف فخامتك أنه معقول بلد بعد كل اللي صار فيه بعد نفس الطبقة السياسية متنحة وما عم بتزيح وبعد فيه ناس بتصدقون وبتنتخبون أكيد هيك عم بتقول بينك وبين حالك يا فخامت الرئيس ومعك حق هالشي بيقرف مثير للغاثية مش ما يقولولي هلأ كيف عم بتقولي هالكلام شي بيلعي النفس وهو بيناتنا بس يكون الواحد رئيس وتقرب تخلص ولايته وما يكون بعده مأمن صهره ليحل محله بالرئاسة هالشي نعق كتير بيقرف شو هالبلد ولو بعد كل هالفشل بالعهد بيستكترين على جبران بيسي يعمل الرئيس اللهم ما خربتنا احنا الشي اللهم ما موت الشعوب كلها في الواحد جدياً عم جرّب افهم ليش الرئيس قرفينه من شو معقول كل مرأ موكبه من نفق المطار وشم الريحة هونيك على مدخل العاصمة هاي الريحة بتشبه ريحة المنظومة السياسية الحاكمة وللأمانة بتقرّف إذا فعلاً قرفين من هيدا الريحة معك حق أنا بقول انه فخامة الرئيس صار معه مثل ما صار مع سكرلات حدات هي أحد الأشخاص اللي كان موجودة على الباخرة اللي كانت عم تحفر عم تفتش عم تنقب إذا فيه غاز خبرني انه وقت الهني وعم بيبحش وطلعت ريحة الغاز بشكل مش طبيعي يتجبروا يلبسوا كممات وشارما منه طبعاً حدا يدخي هيدا الريحة من الخط 29 أكيد ومن حق الكريش يلي تخليتوا عنه فخامتك يعني شموا لده قرف بلا فايدة ريحة بلا غاز شي بيشبه هالغازات لما بيكون الواحد مضرور مش الغازية اللي قاتلين حالن الإسرائيلية عليها ورح يسبقون عليه بسبب تلكقكن واستخفافكن بحقوقنا النفطية بالبحر هيدا شي كمان بيسهم بالقرف صح فخامتك أرفان منك مختنق لقي قطع عمرك شو جدق تحكي معي بتحكي عني وبتحكي عكي الحداشي والمثلك لازم يغتفو يجيشي نيزك ينسفو ويقطعو ويشاقفو بكل مطرح يجيشي هيدا الزلمة عام الغنية عن القرف أنا بقترح إنه تعطي فخامتك وسام الأرز الوطني من رتبة قرفان قبل ما تخلص وليتك هيدا شاب طموح وقرفان وغنيته بتقرف والفيديو كليب بيقرف أكتر وبيستاهل دعم فخامتك عن جد نصيحة أخيرة إذا كتير قرفان خود بنصيحة رئيسنا أو نصيحة الكنج رولودكس ما بتفرق وإذا ما في عندهم أواديم بهالدولة يروحوا يهجب روحوا لعندهم روحوا لعندهم من كم يوم توفى الفنان خضر حسن علاء الدين ابن الفنان الشهير شوشو واللي اشتهر بتأدية كاركتر أبوه على المسرح شوشو كان عنده غنية مشهورة عنوانها أنا باقترح تسير أرفنين يا بلدنا وبالك بنعتمد النشيد ترجمة نانسي قنقر